تحسن في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال أبريل الماضي أنتجته مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن حيث عملت على تهديئة حالة المضاربة على الدولار وخفض منسوب الشراء من السوق السودان تعاف في سعر الريال لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية التي لم تكتفي بالحفاظ على مستواها المرتفع بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدلا من أن يتجه إلى الأسفل حسب تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تقرير الإعلام الاقتصادي حول مؤشر الاقتصاد اليمني لشهر أبريل 2019 قال إن عوامل أخرى سهمت في استمرار تصاعد أسعار السلع الأساسية رغم تحسن سعر الصرف ما أهمية التحسن في سعر الصرف إذن إذا لم ينعكس على أسعار السلع وعلى معيشة المواطن ومان المسؤول عن هذا الخلل الذي يكتوي بناره المواطنين بحسب التقرير فإن حالة الانقسام في الإدارة الحكومية للشأن الاقتصادي وعدم سريان القرارات الاقتصادي التي أصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية على مناطق السيطرة ميليشيا الحوثي وهي مناطق الثقل السكاني والاقتصادي تعد أحد عوامل استمرار تصاعد أسعار السلع حيث منع الحوثيون البنوك الخاصة من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مع بنك عدا لاستيراد السلع الأساسية التقرير أيضا رصد الارتفاعات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية خلال أبريل الماضي حيث سجلت ارتفاعا في كل من صنعاء وعدا وتعز ومأرب والحديدة وحضر موت بمتوسط ارتفاع بلغ واحدا بالمئة مقارنة بشهر مارس الماضي فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 145% مقارنة بأسعارها قبل الأزمة في يناير الماضي رغم تعافي سعر الريال يتواصل ارتفاع الأسعار ونسب الزيادة بين المحافظات اليمنية ككل وحتى بين المحافظات المحررة إلى جانب غياب الرقابة وآلية ضبط الأسعار ليبقى المواطن وحيدا في مواجهة ظروف الحرب وغلاء الأسعار وانعدام الدخل